أوقات بنفتكر إن إحنا نقدر نعيش بطريقتين فمسلاً لو في أكل معين مش عايزة الولاد يأكلوه أو بأكل بطريقة معينة أو بتفرج على حاجة معينة بس أنا مش عايزة الولاد يعملوها لما بقى الواحد يبقى أعملها ينفع نعيش بالطريقتين دول ولا لازم يبقى قدوة على طول على طول هو ده حد يمكن عنده إصرار إنه برضو عايز يعيش غلط شوي يعني حاسس كده إنه في واحد عايز إيه وكأنه الغلط ده حاجة كويس عايزين بقى ناخد راحاتنا فيها لا أعرف أوقت مثلاً مش عايزةهم يأكلوا حاجات معينة إنها مضرة بس أنا بحبها تمام بتفرج على حاجات معينة أنا عارفها مش يتأثر فيها بس لو شوفوا هتبقى اليوم تأثير سلبي عليهم مثلاً يعني طيب خلينا نقول سكتين في الحكاية دي الحاجة الأولى يفضل جداً إنه أكون أنا حقيقي بينه وبين نفسي فاللي بقوله لولادي أعيشه ده خصوصاً في الحاجات المضرة على الطرفين بايل كتير لأنه مضر وأنا شخصياً هتضر لما أععد عليه كتير فبالتالي لا يفضل إنه مش لما ينامه أععد أنا كتير فأأذي نفسي مش أفضل حاجة يعني لكن في حاجات تاني مثلاً مش مناسبة للسن بتاعه فممكن هو طفل صغير أنا بقوله ما تروحش تحط الفيشة في الكهرباء وبعدها بدقتين بيشوف أن أنا بعمل كده فالولد بيستغرب هو لسه دلوقتي بيقول لي ما تعملش عمل فهنا أنا حاجة من الاتنين إما بعمل ده فعلاً في أوقات ما يكونش هو شايفني فيها أو أقوله ودي مهمة قوي أقوله إنه ما ينفعش دلوقتي تعمل كده بابا هو اللي يعمل كده فلما يشوفني مش هيستغرب خلاص عارف إن كل حاجة لها وقت ودي مش وقتها في سني لكن دي لما أكبر هافها من نعمل كده وهكذا واضرب له أمثلة كتير بإنه مثلاً أنت بتشوف الناس الكبيرة هي اللي بتسوق العربية لكن مش الصغيرين ما ينفعش وحاجات كده بحيث يدرك إن في حاجات على حسب السن بتاع كل حد لكن في الحاجات المضرة يفضل إن أكون أنا حقيقي بيني وبين نفسي وأنا بنصح ابني بعكده هبقى مش متردد وأنا بقول له حاجة لأن أنا واقع فيه